بربكم بربكم هل هذا شكل لاعب بحاجة لهدف في سجله المهني؟ أصلاً هو بنفسه لا يحصي الألقاب التي حصل عليها يكفي أن اسمه كريستيانو رونالدو هل يوجد هدف في التاريخ برصيد ثمانمائة وستة وثلاثين هدفاً؟ سبق ميسي وبيلي ومارادونا لعب في أقوى ثلاث الدوريات أوروبية وكان الأفضل في كل منها لموسم واحد على الأقل أستطيع أن أعدد لك أرقامه حتى الصباح بالأمس فازت البرتغال على أوروبوي 2-0 ومن البارحة يتجادل الجمهور من الذي سجل الهدف الأول؟ رونالدو أم زميله برونا فرنانديز فرنانديز أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء وكان رونالدو بانتظار أي كرة تدخل مجاله الجوي فيحولها إلى هدف جميل رونالدو حاول نطح الكرة لتحويلها إلى هدف لكن يبدو أنها ليست بحاجة لتدخل رونالدو لتستقر في المرمى نطيحة بل دخلته سليمة معافاة دخلته بكل أمان إلا من ملامسة شعرات رونالدو شعراته له برونو نفسه كان يعتقد أن الهدف لرونالدو يقول احتفلت وكأن كريستيانو رونالدو هو من سجل الهدف لكن سواء أنا أو هو الأهم هو الفريق طبعا الهدف سجل باسم رونالدو في البداية لكن بعد عشر دقائق وأثناء المباراة عدلت الفيفا الهدف باسم برونو بعد مراجعة تقنية الفار التي أكدت أنها الكرة لم تلمس رأس رونالدو ثم نشرت تغريدة على حسابها الفيفا تقول رسميا تم تسجيل الهدف باسم برونو فرناندز طبعا الحب أعمى يا جماعة وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين الصخط تبدي المساوية ما قيمة كلام الفيفا بالنسبة لمحبي رونالدو سالم سالم يقول لك في تغريدته لو كان كريستيانو في موقف تسلل كان حسب الهدف أو تم إلغاؤه أكيد رح يلغى بسبب أنه شارك في الهدف لذلك من الظلم أن الهدف لم يحسب لكريستيانو لأنه بسبب تواجده وحركاته خل الحارس في حيرة من أمره أما حسين الوائلي فغرد بالقول الدون لم يكن بوضع التسلل فيكون الهدف صحيح وإذا لم يلمسها فإن الهدف أيضا صحيح لبرونو فأعتقد الهدف لبرونو وليس لكريستيانو علما أنه أنا أعشق الدون موادع موادع قالت تحرك اللاعب لا يعني تسجيل الهدف باسمه إذا لمسها تتسجل باسمه وإذا لا ما يحق له لو دار على الملعب مو بس كسر التسلل مدريدي مدريدي يقول لم يلمس ولو أنه تداخل بشكل مباشر باللقطة العرضية كانت للدون ورد فعل الحارس ما بنية على وجود الدون والتحرك وكسر التسلل يحسب للدون مع ذلك أقول هذا الهدف لبرونو ويستاهل ينحسب له ورونالدو ما رح يضره نقصان هدف أو زيادة آخر في رسيد كريستيانو رونالدو ثمانية أهداف في كأس العالم ولو أنه تم احتساب هذا الهدف له لا عاد لرقم الأسطولة البرتغالية أوزيبيو لكن صبرا المونديال في بدايته وأول الرقص حنجل أليس كذلك؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر